السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نحن 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 نتكلم عن رسالة الأمل رسالة الأمل تخرج من معاناة الموت والألم والتشرد واللقوء نحن نعلم أن هناك عشرات الألوف من الناس أتوا من هذا الجانب في تركيا إلى هذا الجانب لكي يحاولوا أن يجدوا حياة هانئة سعيدة ونعلم أن ألاف منهم ماتوا في البحر غلقا وأكلهم السمك الخرش أو غيره ونعلم أن ألاف منهم ما زالوا موجودين داخل المعسكرات ونحن نعلم أن ألاف منهم موجودين داخل المعسكرات في غريسة أو أخرى لكن النساء الألم النساء الأمل اليوم تقول لنا أن هؤلاء لم يموتوا أن هؤلاء لم يموتوا ونحن نعلم أن يموتوا ونحن نعلم أنه سبحانه وتعالى أحياء عند ربهم يرزقون هم يبعثون فينا الأمل هم يبعثون فينا لذلك هم يبعثون فينا الأمل ونحن نعلم أنهم لم يموتوا بل هم أعطونا جرعة من الأمل لكي نعيش بكرامة وعزة ونموت بكرامة وعزة هؤلاء الأطفال زرعوا في قلوبنا الأمل ذرعوا في قلوبنا الأمل لنستطيع أن نكمل مسيرة الحياة فنبني بها أركان الحياة المتعددة هؤلاء الأطفال والنساء والرقال لم يذهبوا عننا بعيدا بل هم يعيشون في أفئدتنا وفي تصورتنا وفي مخيالتنا فلن ننسى رسالتهم ولا ننسى مهمتهم ولن ننسى الامل الذي ماتوا من اجله فنحن سنعيد احياء هذا الامل لنحارب الفساد ونحارب الظلم ونحارب الحروب ونقف الحروب ونبني السلام لن نستقبل لنحاربهم ونحاربهم ونحاربهم لنحارب ضرور الامل لنجعل الحياة ونجعل الحياة ليس فقط لهم ونحن لك ونحنون واللمنين عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَيُوْا الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَيْأَسُوا لنشاعر واللمنين ونحن نعطى لا تأسوا على الإطلاق وتذكروا هؤلاء الأطفال الذين ماتوا وضحوا بحياتهم من أجل أن نعيش على أمل لنبني بين الحياة remember those young children who died here to give us this hope to build life for the generation to come لا تيأسوا على الإطلاق never surrender never give up never live in despair never feel depressed لا تيأسوا لا تهنوا ولا تحزنوا وتذكروا الأطفال الذين ماتوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى شهداء لكي يعطونا الأمل فنحن سنعيش على أمل أن نلتقي بهم في الجنة بعد أن نجعل هذه الدنيا جنة So we are living hoping to meet them in heaven after we're making earth like heaven for the generations to come نداء إليكم أيها الشباب my appeal to you young men and women it's on our shoulder especially on you to stand up be aware and ask for the rights of every human being because there's humanity in every human being أيها الشباب عليكم أن تقفوا وتتعلموا وتعوا ما يدور حولكم وتبنوا الإنسانية داخل كل إنسان فكل إنسان مننا في كل جوانب الإنسانية ما من كان مسلم أم غير مسلم يؤمن أم لا يؤمن من الجنوب أم من الشمال you have my young daughter and sons stand up and build the life of humanity for humanity because in every human being there's humanity and this is the message this is the message don't let anybody actually make you feel despair or lose hope we saw the death of those tens of thousands or thousands of people here and we still are going to carry on their mission نقد رأينا موت الآلاف من هؤلاء الأطفال والنساء والرجال ولكن مصرون على أن نبني الحياة ونحارب الظلم ونمنع الحرب ونمنع التشرد ونمنع اللجوء ونبني السلام أيها الشباب كل كل الجنوب DSG AAAA who are not going to be put off with the death of those tens of thousands thousand and thousands of people of children and women and men who are going to be committed for their cause and their mission and their message who are not going to give up and I want you or we want you never give up never give up never give up لا تاياسوا ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون بإذن الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته